شكل جوجل مش قادرة إنها تفرح بالمرتبة الأولى بتاعتها كون إن بالفعل أصبح فيه منافسين أقوياء جداً دخلوا في الساحة يعني حرفياً بيعملوا فيديوهات واقعية بدرجة مخيفة يعني طبعاً إحنا كنا من حوالي نقول شهر أو أقل من شهر كنا قد إيه من يعني منبهرين فيديوهات جوجل وواقعية جوجل وقد يجد هان جوجل دي واقعية الموضوع ما كملش أجد عن شهر دلوقتي حرفياً بقى فيه خليفة جوجل في الملاعب وحرفين شكلها كده هتقعد جوجل على الدكة لأن دلوقتي الصين دخلت وبقوة مش نموذج واحد وإنما نموذجين النهاردة هتتكلم عن نموذج منه من شركة بايدانس الصينية اللي هي أصلاً عاملة تيك توك وهي سيدنس وان بوينت زيرو ده لسه الإصدار الأول وما بقى لك بقى بقوطه عاملة إزاي دلوقتي إيه هو سيدنس ده وإزاي نجربه كلام ده كله دل النهاردة إن شاء الله هتكلم عنه وهقول لك إن انت الجمان إزاي تقدر تجربه وكل الروابط اللي انت هتحتاجها بإذن الله هتلاقيها تحت عندك في الوصف وهنعمل مقارنة سريعة برضو ما بين وما بين جوجل عشان ما طولش عليكم لو قررت ما تشوف قناة تشترك في قناة وفعل الجرس وعمل لايك للفيديو اللي أنا بيساعد ونروح بقى دلوقتي للشرح وده الموقع الرسمي زي ما انت شايف طبعاً هنا بيوريك الفيديو يعني الفيديوهات اللي هو بيعملها وهنا نبزأ عن اللي هو النموذج يعني وقد إيه هو بيعمل بالفعل الواقعية وجودة الفيديو يعني أنت عندك بتقدر تعمل فيديو ربعمائة وتمانين الف تمانين مفيش سبعمائة وعشرين تمام؟ يشوف الجودة عاملة إزاي وعندك هنا بيوريك اللي هو الجودة والواقعية الخاصة بالفيديو عاملة إزاي حقيقة ممتاز يعني أنت لو بسيط فعلاً يعني الواقعية مخيفة فيه حقيقة مخيفة لو أنت نزلت عندك تحت برضو هيوريك فيديوهات أخرى قد إيه فعلاً الفيديو ده مثلاً هنا عندك زي ما أنت شايف أني مثلاً في سباق الفورمالاوان مثلاً في الأهرامات في الجيزة عندك برضو نفس الفكرة هنا برضو أني مثلاً يقول لك هنا في شوارع تيكسس يعني فيه ناس بتمشي بالحصنة والكلام ده كله تمام؟ زي ما أنت شايف تحس حقيقي أنه هو وقعي عندك هنا طبعاً بيديك برضو أمثلة أخرى طبعاً أنت تقدر تشوف الأمثلة أني برضو هسيب لك أنا إن شاء الله رابط الموقع ده تحت فيق الوصف وانت شايف هنا برضو عندك يعني التعلب أنا كنت أقول لك أرنب التعلب شكله عامل إزاي برضو حقيقي نقول إنه هو بشكل كبير جداً التصوير حركة الكاميرا حركة الشيء وقعي جداً تحس إنه هو سينمائي برضو نفس الفكرة الأخدة وهو داخل على المكتب ياخد شيئاً ما يعني طبعاً هو الشيء اللي في إيده تحرك بس ده حاجة بسيطة جداً والجميل في إنه هو بيحافظ على الوش تعال بقى إزاي نجربه أو إنت زي تجربه الموضوع سهلي جداً هتروح عندك هنا على الموقع ده اللي هو اسمه دريمنا برضو الموقع ده عندك هنا بيديك ستمائة كريدت لو إنت بصيت هنا هتلاقي عندك إنه هو بيديك بالفعل ستمائة كريدت كل شهر أو ديدلي تمام كل يوم أنا أسمع لشي بيديك ستمائة كريدت يعني أو بيديك كريدت يومياً فالإجمالي ممكن يكون عندك ستمائة أو الله أعلم قد إيه ده عندك بشكل مجاني عندك طبعاً بقى المدفوع زي ما أنت شايف عشان تقدر تجرب الإصدار اللي هو الخاص بيه اللي هو النموذج ده اللي هو اسمه سيدنيس هتروح هنا عندك على اللي هو الموقع ده وتفتح عليه حساب سهل جداً هتروح هنا عندك على الفيديو جنير نيتور ده ما تفسعين تمام ده فيديو اللي أنا عملته خلاص يا وحش ده بقى الفيديو اللي أنا عملته قديم شوية انت بقى عشان تقدر تجرب الإصدار الجديد هتيجي هنا عندك زي ما أنت شايف اللي هو في القائمة دي عندك الامج اللي أنت تقدر تصمم صور تمام زي ما أنت شايف عندك اللي هو بالإصدار الثالث اللي هو 3.0 وعندك هنا الفيديو لو أنت حبيت أنت تتحول الصورة عندك اللي هو جنيريت فيديو عندك هنا الامج برومت وعندك اللي هو التكست أنت تقدر تحول الصورة إلى فيديو أو أنت تقدر تعمل فيديو بشكل مباشر فانت تقدر تختارين عندك الفيديو بشكل مباشر ايه الفيديو اللي انا هعمله انا بالفعل عملت فيديو قبل كده عندي على اللي هو فالو الخاص بجوجل فاولا ما خش عليه وهشوف الفيديو اللي انا عملته الخاص بالريس او الخاص بالسبقات او افتراضا الفيديو ده ان فيه واحد حرفيا كوكب الارض بينهار وهو شايفه كلام ده كله ده فيديو انا عملته وده شكله تعال نبص عليه تمام زي ما انت شوفت الفيديو ده معمول على اللي هو الاصدار التالت من جوجل اللي هو احدث حاجة اللي هو الفيو سري تمام طيب دلوقتي بقى انا هاخد نفس الوصف نفس الشيء وهروح هنا عندي على اللي هو الموقع ده واضيف هنا عندي نفس الوصف واشوف النتيجة اللي هتلعها لي عملته ازاي عندك هنا طبعا بتقدر تختار خمس ثواني عشر ثواني طبعا هنا زي ما انت شايف خمس ثواني ميتين وخمسين كريديت وعشر ثواني خمسمية فانا طبعا ما عنديش خيارات كتير عشان بس تكون فاهم يعني انا ممكن الفيديو اللي انا هعمله ده هو هيكون فيديو واحد فقط لسبب ان للأسف ما عنديش كريديت بس هو بيديك انت تقدر يعني مسلا تقدر تعمل كريديت كل اربعة وشرين ساعة او كل يوم تمام يعني كل اربعة وشرين ساعة بيجي لك ستمائة كريديت فانتا هتقدر تعمل فيديو كل يوم ودي حاجة كويسة كون انه هو بالفعل مجاني يعني انا شايف انه برضو ده مش سيء تقدر تعمل فيديو لعشر ثواني وعندك انه طبعا تقدر تختار المقاس انا اختار عندي ستاشر فتسعة وهعمل هنا عندي زي ما انتا شايف اللي هو عشان اشوف بالفعل الفيديو هيطلع عامل ازاي وهنا طبعا بيعمل عندي الحلو فيه انه هو تمام بيقول لك يحتوي هذا الاشعار على حاجة مخالفة لارشادات المنتظى معرفش ايه المخالف بس تعال يا سيدي ناخد اي وصف اخر ونجرب الاتنين هدور على وصف اخر لفيديو اخر يعني تمام تعال يا سيدي نشوف دلوقتي الترند اللي في مصر واللي قارفلنا به تمام بس طبعا مع فزي ما انتا شايف مش عارف ايه بيعمل مع اللي هو طبعا ده او اللي هو صورة اللي هو عمل الفيديو ده الفيديو شكله سيء طب تعال بقى نجربه عندنا اللي هو الموقع ده ونشوف هيقدر يطلعه لنا بشكل عامل ازاي بيعمل اختبره الكلام ده كله هنعمل الفيديو عشر ثواني وفي نفس الوقت برضو عشان احنا نشوف اللي اتنين برضو هروح هنا عندي على الصورة وبردو نفس الفكرة هعمل فيديو بنفس الفكرة وهشوف هيطلع شكله عامل ازاي تحويل النص الى فيديو وطبعا هنا اختار عندي الاصدار اللي هو الاصدار التالت تمام؟ هو هخلي الفيديو واحد فقط وتعالى دلوقتي نشوف هيطلع شكله عامل ازاي يا عما ما تقرفناش بقى يا عم انت فيه يا عم انت كونش وقا تقول لنا فيه خطأ فيه خطأ فيه يا عم كانش ام فيديو ده اللي انا عايز اعمله انجلز يا عم جوجل خلص من زمان لا اله الا الله انتو طبعا متعودين انا دايما لما بعمل حاجة بيطلع فيها مليون خطأ تعارفين الحوارات دي صح؟ احنا نشوف جوجل يعمل حاجة هو بناء ان السرعة حلوة الصراحة مش اقول لك الناس هيها سرعة حلوة تمام يعني هو كسريع فعلا معاك هو دلوقتي خاصة من خمسمية مش عايز بقى تقول لي بقى فيه مشكلتين ان الله يبرك لك الحمد لله ان هو خاصة من خمسمية يا عم ما تقرفناش بقى برضو عمال لي بيقول لي رجعلي الكريتت لان مش راضي يعمللي الفيديو انا مش عارف المه في مشكلة في فيديو اونشتاين الصراحة ولكن تعالى نشوف هنا عندنا على الحاجة جوجل ونشوفه طب يا عم ما هو ايه المشكلة؟ انت مقرف يا عم ما كواد ما جوجل عملها وجميلة والله وعملت تريند الكوركوم اوه زي ما انت شايف طيما هو يا عم او يا عم ما لزيزة والله طيب تعالى نجيب وصف تاني انا مش عارف الصراحة هو الموقع ده مقرف شوية الصراحة في الوصف اللي بيعمله حقيقي يعني انا مش فاهم ايه المشكلة ما عرفش يعني انا مش شايف ايه فيه اي مشكلة خالص تمام في الموقع يعني مش عارف هو ليه اعرفني كده رغم ان الوصف ما فيهوش حاجة خالص خالص تعالى نجرب للمرة الاخيرة ادي فيديو اخر العربية ما فيهاش اي حاجة العربية نيسان جي تي ار بتعمل دريفت تقريبا في توكيو او حاجة شابه كده فيديو ما فيهوش اي حاجة عشان الموقع يقرفني بيه انا شايف ان هو ما فيهوش اي شيء يعني انا الصراحة مش شايف اهو ناخد ام الوصف ونروح تاني بالشكل ده وانا مش شايف انه فيه اي مشاكل هتقولي كمان في المشكلة مع شركة نسانة هزعلك انا اتخنقت منك الصراحة تمام دلوقت الحمد لله ان هو خلص الحمد لله انه مثاب ليش اي مشاكل او عمل لي اي مشاكل بس تعالى نبص هنا طبعا هو الموقع من غير صوت طبعا زي ما انت شايف انه هو صراحة كشكل حركة كاميرا حلوة بس بيعمل دريفت في مكانه مش هو يعني يعني هنا بيعمه ايه الشرارة دي انا معرفش الصراحة طب تعالى نطبق نفس الشيء عندنا على انا اسف يعني اعتذر الحج انشتاين هعمل نفس الشيء عندي على اللي هو الحج جوجل ونشوف عندنا شاكل ليتطلع عامل ازاي عامد كلها خلص تعالى بقى انشوف دلوقت شاكل لي هعنا بعمل ازاي والحلو فين هو مع الصوت باص ا 500 ايه اه ايه ب لمساشة ازاي بقدر اتقدر ازاي ازاي هنا بقدر اتقدر زي ما انت شايف انن العرباء بتعمل وبعد كده حولت عندك ازاي ب Pros يعني البوز كان عالشمال او وش العربية كان عالشمال فجأة بقى علمين ازا انا ما عرفش جوجل عملته الصراحة بس حركة فجرة بس لا هنا في حركة الصراحة يعني بوز لو احنا جينا للحق يعني هنا عندك بالفعل وش نيسان ظاهر اللوجو بتاع جتي ار ظاهر عندك هنا المازدى اسمها يا رب انسيت عندك هنا حط لك اسمها ايه اسمها ايه مازدى برضو مش دي مش تيت الصبرة دي دي مازدى برضو الناس اسمها الاتنين مازدى ودي نيسان تمام زي ما انت شايف دلوقتي قلبت صبرة ازا ما عرفش برضو وانا ايه دا ايه دا ثاني هما العربية دي ظاهروا منين هما كانوا ورا اصلا اه كان في واحدة زرقة كمان ورا اه دي برضو جي تي ار قديمة دي جي تي ار قديمة يعني دي دي احدث دي اقدم اللي هي نسخة الاقدم من جي تي ار اللي هي سبعة وتسعين تقريبا او تامين وتسعين علا اتذكر يا وش انه نفس الوش نيسان نيسان جي تي ار قديمة جي تي ار جديدة مازدى تيوتا الصبرة لا مش لا دلوقتي اخدت بالي دي مش جي تي ار قديمة لا دي حاجة تانية كده ما جهلت الهوية انا ما عرفش ايه تمام طيب بس صراحة لو جيت للحق جوجل برضو يعني ضيفة الاكشن بتاعتها هنا حقيقة جرافيك حلو انا مش هجرب عليك بس فين هنا شعار مازدى تمام ده اول حاجة ثانيا ازاي بيعمل دريفت وهو واقف فاحنا لو جيتنا للحق فعلا ان هنا الجودة انا شايف انها احسن واجمل تمام انا شايف بالفعل الجودة هنا جميلة وهنا بيقدر كمان يعمل لك اوبجريد ليها بس مش نفس الشي يعني مش نفس طيب تعالى نجرب على حاجة تانية بس يا رب ان هو يقول لي ان هو هيعملها يعني انا اتمنى ان هو يعملها لي يعني تمام صراحة الفيديو ده عاجبني اوي 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 انا حابب ان انا بالفعل اعمله فيديو يعني ان هو هنا بيعملك اللي هو الحرب العالمية اللي هي سنة 1950 تعالى دلوقتي نشوف بالفعل هو يعملها ازاي صورة عاملها ممتازة جدا ممتازة جدا فوق الوصف طيب تعالى بقى دلوقتي نجرب عندنا على اللي هو هذا الخدمة الصينية يا رب انها تشتغل بشكل كويس خمس ثواني يا رب انها ما يقوليش اي مشاكل ونروح عندنا برضو على جوجل نفس الفكرة ونحط عندنا الوصف ونشوف ايطلع شكلها عاملة ازاي يا رب طب الحمد لله ان هو ما عامليش اي مشاكل هو دلوقتي يخلص عندي بايدانس زي ما انت شايف جودة الفيديو الصراحة ممتازة هو جايب لي ليه مش عارف جايب لي الجيش الصيني او اللي هو الحزب الشيوية ما عرفش ليه رغم ان يعني كل بقى كل زكاة صناعية حسن مبرمجه بقى فهمني يعني عندك اللي هو امريكية جاب لك امريكان في الحرب العالمية الاولى او اوربييين في الحرب العالمية الاولى والثانية عندك هنا برضو ده الصين اللي هو خدمة صناية جاب لك صينايين ما عرفش ليه فهو نسبت له قص مفتوح بقى طب تعال نشوف الحج جوجل جوجل فين يعمل حجه او اول او هنا بوس جاب لك ايه ضيدة اهو بوس شابت شابت اوربيين في الحرب طيب هنا الصراحة برضو جوجل ابدعت مرة تانية ليه لاني عمل لك اكشن هنا انا يمكن ما اتطلوش وصف بس هو زود من عنده جود من عنده وده شيء جميل يعني من حيث الواقعية لأ جوجل تتفوق في حيث الواقعية وبرضو مش هقول لك ان هو الموقع الصيني برضو سيء لا هو كويس بس هم بيجودش من عنده انت لازم بتديله امر بحزافيره عشان يقدر ان هو يطلع لك الشيء بالشكل اللي انت عايزه انما جوجل مجرد بس ان انت تجيب الوصف هو بيتحايل المشهد اللي انت عايزه وبيعمله لك بطئة افضل طريقة ممكنة بجانب برضو اهم حاجة هو الصوت تمام زي ما انت شايف فلا الصراحة من حيث جوجل هو ممتاز يعني لو احنا نحط مرتبة نقول جوجل بعدها على طول الموقع ده اللي هو مرتبة تانية في بقى خدمة تالتة اللي هي ميني ماكسي تمام ان شاء الله هتكلم معنا الفيديو الجاي برضو منافسة لجوجل وبيقولوا الواقعية بتاعتها اجدد من اللي اتنين اصلا فان شاء الله هتشوف باذن الله ده في الفيديو اللي جاي وبس ده كان الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك لو عندك اي شيء حاجة سميلي وتحت في تعليق واشتركوا عن الخير بقى باذن الله فيديو جديد وبعال السلامة